لم تكن تصريحات العاهل الأردني مفاجئة أو خارجة عن السياق الذي دأب الأردن على تأكيده طوال السنوات الماضية الملك عبدالله الثاني أكد أن الفراغ الذي ستتركه روسيا في سوريا ستملأه إيران ووكلاؤها مشيرا إلى أن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها الشمالية وذلك بعد تقارير تفيد باستغلال إيرانا شغال الروس في العملية العسكرية بأوكرانيا للتمدد في العديد من المناطق السورية وانتشرت الميليشيات الإيرانية في موقع استراتيجي وسط سوريا بعد انسحاب فصائل حليفة لروسيا حيث وصلت تعزيزات ضخمة من الحرس الثوري في نيسان الماضي إلى مستودعات مهين العسكرية شرق حمص في موازاة ذلك كشف التقارير أن الانشغال الروسي في أوكرانيا لم يترك خيارا أمام موسكو سوى فسح المجال لقوات النظام والميليشيات الإيرانية لتقوية سيطرتها في سوريا منعا لحدوث أي اختراق لما حققه النظام بدعم الروسي ويخشى الأردن من تمدد إيراني قرب أراضيه عبر البوابة السورية وزعزعت استقراره تارة من خلال ما يسمى بالسياحة الدينية وتارة أخرى عبر عمليات تهريب المخدرات التي تكشف عنها السلطات الأردنية بين الحين والآخر وهو ما دفع الملك عبدالله من التحذير في وقت سابق من مشروع الهلال الشيعي الممتد من طهران مرورا ببغداد ووصولا إلى دمشقى وبيروت لم تخفي إيران رغبتها بالعبث في الملف الأردني فقد سبق وأن وجه تهديدا عام 2020 على لسان قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجزادة الذي قال إن على الأردن إخراج القوات الأمريكية من أراضيه طوعا وإلا فإن إيران ستخرجهم بالقوة تصريحات جاءت في سياق الهيستيريا الإيراني التي تبعت مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والذي سبق وأنصرح هو الآخر عام 2015 بأن بلاده قادرة على تحريك الوضع في الأردن وهو ما يعكس رغبة طهران المستمرة في فرض نفوذها على المنطقة سواء عبر السيطرة المباشرة أو عبر العبث بأمنها خدمة لمشروعها التوسعي